هذا ورفع طلبة مملكة البحرين المشاركين في المنافسات رصيدة المملكة من الميداليات الملونة في اليوم الثاني من دورة الألعاب المدرسية الدولية البحرين 2024 وشهدت رياضة الكاراتي تميزا لافتا لطلبة البحرين الذين استطاعوا الظفر بست ميداليات منها ذهبية وفضية وأربع برونزيات وبذلك تواصل الظهور المشرف للفرق المدرسية البحرينية والتي استطاعت حصد العديد من الميداليات خلال اليوم الأول من هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يقام على أرض المملكة بمشاركة هي الأكبر في تاريخ دورات الألعاب المدرسية